اشتركوا في القناة ما فيش شك اخوان العزاء ان الاحلام بشارات من ربنا سبحانه وتعالى ولازم ناخد بيها لانها بتكون رسائل لنا بالفرح وبالخير القادم ربما احنا بنكون مكروبين مهمومين ربما بنكون عندنا يأس وقنوة من رحمة ربنا سبحانه وتعالى فبتيجي رؤية زي كده او حلم مبشر يفرحنا ويدينا امل لبكرة ان احنا ان شاء الله امورنا هتتحسن وهتتغير وهتبقى للافضل فيه ناس بتاخد بالبشرات وفيه ناس ما بتعترفش بالحاجات دي وده طبعا غلط لان البشرات ربنا بيبعتها للعبد الصالح عشان خاطر يطمنوا ويصبروا ويعرف ان باذن الله الفترة القادمة فترة تغيير وفترة خير وفترة تحقيق امنيات فيه عشرين رؤية جمال جدا او اكتر او اقل ولكن باذن الله مؤكدين كتير من المفسرين وكتير من العلماء اجتمعوا عليهم على انهم بشارات حقيقية وتدل على تحقيق الامنيات وتدل على الفرج هنتكلم عن الرؤى دي بالتفصيل ولكن قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو احبه لكم اشتركه في القناة وفعلوا زر الاشعارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار ولو حد عنده رؤية او حلمه حابب يفسرها ممكن يكتب لنا في التعليقات وان شاء الله هنتوصل معاه والرد عليه في اسرع وقت اول رؤية معانا اخواني اعزائي من الرؤى المبشرة جدا واللي هي تدل على تحقيق امنيات وعلى فرج قريب جدا وهو التحضير للصفر او انك تشوف نفسك بتستعد لصفر لاداء عمره طبعا رؤية جميلة جدا ناس كتيرة بتتمنى ان هي تعمل عمره وفي نفس الوقت ممكن الشخص يشوف نفسه ان هو بيستعد انه هيعمل عمره سواء كان رجل او امرأة بيشوف انه هو بيجهز الورق بيجهز جواز الصفر بتاعه بيجهز شنطة الصفر بيشوف ان حد بيبشره ان ان شاء الله هيروح عمره او حد بيديه الخبر ده باتصال او بالرسالة طبعا كل دي بشارات بتتضمن ان هي باذن الله تحقيق امنية غالية او ان فيه فرج قريب جدا من هم ومنكر ربما ان الشخص ده او المرأة ده مكروبة فبالتالي باذن الله الرؤية دي تعتبر الخروج من الكرب باذن الله الرؤية التانية اخواني عزائق رؤية الخروج من مكان مظلم تلاقي نفسك واقف في مكان مظلم وخرجت منه دي من علامات الخروج من الكرب والفرج القريب جدا باذن الله تالت رؤية اخواني عزائق وبرضو رؤية كويسة جدا وهو السير في اتجاه مستقيم تلاقي نفسك ماشي في طريق مستقيم على عكس الشخص اللي بيبقى ماشي في طريق كله حفر ومطباط اه الافضل ان انت هتمشي في الطريق مستقيم ولو شفتها في المنام بتدل على صلاح احوالك وبتدل على انك من الناس اللي باذن الله الفرج قريب جدا منها وانها بتسعى الى تحقيق امنيتها في الطريق الصحيح الرؤية الرابعة اخواني عزائق رؤية تكلمنا عنها كتير جدا وهي رؤية المطر المطر حاجة جميلة جدا في المنام لما نشوفه نستبشر به ايا كان المطر نستبشر به ولكن هنا بشرط ان احنا ما نشوفش سيول بتهدم بيوت وبتهدم الزرع وكده ونقول عليها دي بشرة لا السيول هنا بتكون انذار للشخص ان هو يتقرب الى ربنا سبحانه وتعالى او مجموعة من الناس يتقربوا الى ربنا سبحانه وتعالى اما مطر خفيف وصافي شربت منه وقفت تحته كنت بتدعي تحت المطر دي حاجة كويسة جدا تدل على انك باذن الله الفرج قريب جدا منك وانك في القادم باذن الله هتحقق امنيتك او عندك دعوة باذن الله بتدعي بيها باستمرار الدعوة دي سوف تستجاب ان شاء الله كمان اخوان عزائق من الامور الكويسة جدا رؤية الحيوانات في المنام او امتلاك الحيوانات في المنام لو شفت رؤية من الرؤية دي خلال الفترة اللي انت فيها مثلا احنا داخلين على عام 24 لو شفت ان انت مثلا شفت الرؤية دي خلال العام ده اعرف على طول ان الفترة اللي جاية باذن الله فترة تغير مع ان موضوع تحقيق الرؤية ده بياخد وقت عشان الناس بتستعجلش معاك من يوم لحد 40 سنة سيدنا يوسف الرؤية بتاعته قعدت فترة وتحققت فانت لو شفت حاجة مبشرة استبشر بيها وادعو ان ربنا يحققها لك كمان اخوان عزائق رؤية شراء الملابس او ارتداء ملابس واسعة ونظيفة وفتفاضة طبعا دي من الرؤى اللي هي تبشرنا بالفرج والخروج من قرب والخروج من ازا ممكن الشخص بيعاني من ازا او بيعاني من سحرة او بيعاني من حاجة اعزاكم الله ولعي نفسه ان هو لابس ملابس جديدة ونظيفة وحاجات زي كده دي بتدول على انه هيخرج من الكرب اللي عنده ده باذن الله كمان اخوان عزائق في رؤية جميلة جدا انك تشوف المدير بتاعك مثلا في الشغل تشوف الحاكم بتاع الدولة بتاعتك او اي دولة تشوف مثلا وزير من الوزراء الناس اللي هي مشهورة او الناس اللي هي صاحبة النفوذ تشوفهم في المنام ان انت جالس معاهم او بتتكلم معاهم او بيعطوك هدايا او بيعطوك مثلا اموال طبعا هنا الرؤية تدل على انك شخص مميز وانك باذن الله هتحقق امنيتك في القريب العاجل ان شاء الله كمان اخوان عزائق في بعض الناس بتشوف ان هي بتصلي الصلاة في المسجد الصلاة عموما رؤية مبشرة لو انت بتصلي بالفعل فدي بشرة ليك ولو انت مش بتصلي رسالة ليك انك لازم تصلي لانها طبعا رؤية واضحة وصريحة ممكن تلاقي نفسك بتأم الناس في الصلاة امامة الناس معناها ان انت شخص مميز او ان انت هيبقى ليك نفوز في الفترة القادمة ودي برضو رؤية مبشرة جدا ان شاء الله ايضا اخوان عزائق رؤية الزواج في البنام المرأة المتزوجة بتشوف نفسها بتتزوج ببشرة ليها ما تقلقش ولا تخاف والرجل كذلك العمرة دارز قادم لي ان شاء الله الفتاة العزباء لما بتشوف نفسها بتتزوج دي من علامات تحقيق الامنيات ان شاء الله وربنا بيديها البشرة دي ولكن اخواني عزائق لازم نعرف ان الرؤية ممكن تكون صادقة وممكن تكون كاذبة فلما بنكون نفكر في الزواج او نفكر في الارتباط ونشوف الرؤية ممكن تكون حديث نفسي لنا فلازم نخلي بالنا يعني من الحتة دي كمان اخواني عزائق من الرؤية الجميلة جدا اللي هي بتدل على الخروج من الهموم وبتدل على الفرج وتحقيق الامنيات رؤية فك العقد او فك الحبال في المنام تلاقي نفسك ان انت معاك عقد كده بتفكها حبل بتفكه كنت متكتف وحد فكلك الحبل او انت فكيت الحبل دي رؤية جميلة رؤية لو انت مصاب بمرض اعزاكم الله او سحرة او مسا او حاجة من الحاجات ديت او حد بيأذيك باي شيء اعرف على طول ان الفرج قريب جدا منك وانك هتتخلص باذن الله من الهموم ديت ودي بشارة لك بالفرج القريب وبشارة لك انك هتتخلص من اي مشكلة في حياتك ان شاء الله ممكن انت واقع في مشكلة ولقيت نفسك بتفك عقدة او بتفك حاجة فدي بشارة ان شاء الله المشكلة دي هتنتهي ان شاء الله كمان برضو من الرؤية اللي هي بتدل على انك هتتخلص من هموم ومشاكل في فترة وان الفترة القادمة هتبقى فترة خير عليك رؤية الاغتسال بماء البحر انك تلاقي نفسك بتنزل في البحر بتغتسل ومستمتع بين مياه البحر دي رؤية جميلة جدا تدل على الفرج القريب باذن الله وزوال الهموم والمشاكل ان شاء الله كمان برضو اخوان عزاء في حاجة كويسة جدا ممكن نقول عليها ان انت في مراس ضيع منك وبتاخده في مراس مش قادر تحصل عليه او حق مش قادر تحصل عليه في المحاكم وتلاقي نفسك ان انت اخدت الحق بتاعك ده في المنام عن طريق ان حد بيبشرك عن طريق ان انت استلمت الارض بتاعتك استلمت بيتك ظهر حكم المحكمة يعني ينصفك فطبعا دي رسالة للشخص لانه باذن الله الفترة القادمة فترة فرج وخروج من قرب ودي لو شفتها مثلا في بداية عام مثلا او في بداية مرحلة في حياتك يعرف ان اللي بعديها حاجة كويسة ان شاء الله خروج وانتهاء ازمات وانتهاء ديول وانتهاء كروب باذن الله ودي زي ما قلنا في بداية الفيديو دي بشارات لازم ناخد بيها يعني نستبشر بيها احنا مش نخسر حاجة لما نشوف رؤية مفرحة ونبقى ايمن من النوم فرحنين وسعداء بيها نحكيها للناس اللي احنا نحبوهم ونسق فيهم في نفس الوقت نستبشر بيها لانها بتكون بشارات بالفعل لنا كمان يا اخواني عزيزي من الرؤى الجميلة جدا رؤية الدقيق اللي هو رزق واسع باذن الله الدقيق في المنزل او حد بيشتريه رزق الملح حاجة كويسة جدا ورزق وخروج من قرب العسل برضو شفاء من مرض وخروج من قرب وخروج من هم واخبار صارة باذن الله ركوب السفينة او ركوب السيارة او ركوب القطار تلت رؤى ممكن تشوفهم بيدلوا على بشارات مهمة جدا وبيدلوا على تغيير في المرحلة القادمة في حياتك بتشوفهم مثلا في فترة من الفترات اعرف ان اللي بعديها حاجة كويس ولكن اللي بعديها امتى زي ما قلنا موعد تحقيق الرؤية ده عند ربنا سبحانه وتعالى في حاجات بتبقى على طول بنشوفها كده تتحقق تاني يوم ودي ميزة عند بعض الناس مش عند كل الناس انا اعرف ناس شخصيا بتتواصل معي او انهم بيعلاقوا عندي بيقوا على القناة بيشوف الرؤية بيتكلموا عنها تاني يوم بتتحقق طبعا دي ميزة مش عند كل الناس وطبعا اللي عنده الميزة دي يحفظ عليها لانه بتكون صلة بربنا قوية او بيكون عنده درجة قوية من الروح العالية والايمان القوي فبالتالي رؤية حاجة مبشرة او حاجة كويسة في الشخص اللي بيشوف رؤية وتتحقق معا بسرعة او كمان اخواني العزاء من الرؤية اللي هي او جميلة ومبشرة الهداية في المنام انك تجيلك هداية في المنام اعرف على طول انك على ابواب فرح قريب باذن الله وفرج قريب باذن الله اتمنى اخواني العزاء ان الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا زر الاشعارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته